مجتمع المؤسسة أو المنظمة بالعلوم الإنسانية علوم زي الفلسفة وعلم النفس والتاريخ والأدب والحاجات زي كده ولو حابين ترجعوا للفيديو بتاع مبارح رقم 81 ازاي انه كان بيتر دراكر بيتكلم على انه في الادارة بتعامل مع البشر بتعامل مع ناس فشفت من الناس الخير والشر وشفت من الناس اللي ما شفتوش في اي دراسة تانية وعشان كده ربطناها احنا بفكرة ان طب احنا محتاجين ندرس عن العلوم اللي بيسموه العلوم الإنسانية أو الإنسانيات علشان ده بيساعدنا ان احنا نكون مديرين احسن مش بس للمديرين لاي حد هيتعامل مع بشر مش بيتعامل مع مكان ودلوقتي بقى خلاص الشغل كله تقريبا حتى الناس اللي متعودة انها تتعامل مع مكان بقت لازم تتعامل مع ايه مع زميلها واللي زيهم واللي فوقهم واللي تحتهم فانطلاقا من النقطة بتاعت المبارح دي احنا بنتكلم على الهيومانيتيز الموضوع بتاع النهاردة ليه علاقة بالسوسايتي حاجة بقى يا كباردو ايه نقطة فلسفية شوية بتبص على علم الاجتماع شوية ونسمعها مع بعض خلينا نفكر ونفهم ونتعلم حاجة تفرق معنا زي ما قلنا ايه من المواضيع بتاعت الهيومانيتيز دي هو بيتكلم بيتر تراكر بيتكلم على ان المجتمع ان الفرد في المجتمع الفرد في المجتمع لازم يعرف ويحس بدوره في المجتمع ده لازم ما فيه علاقة ما بين اغراضي انا كفرد واهدافي كفرد واحلامي ودوري اللي انا بلعبه يكون فيه علاقة ويكون فيه بالانس ما بين دوري كفرد واهتماماتي شخصية ودوري في المجتمع من غير ده الفرد بيكون كأنه روتلس كأنه ليس له جذور حد كده ايه عايش مع نفسه كده خالص مش حاسس باي علاقة ما بينه وبين المجموع اللي هو عايش فيها زي يقولك استخدم كلمة أو المنبوذ الشخص اللي مالهوش علاقة بالمجموع اللي حواليه طب الكلام ده إيه أهميته وإيه أهميته باقي بال أهميته إن الشخص اللي مش حاسس إن فيه اي ارتباط ولا فيه اي معنى ولا فيه اي علاقة ما بين أهدافه وأغراضه ودوره في حياته الشخصية وحياة المجموع اللي هو عايش فيها بيبدو يحس إن المجموع اللي هو عايش فيها دي بقى عاوليز يكون كأن غريب مش مفهوم ممشي حقيقته الفرض اللي في مجتمع هو مالوش علاقة بالمجتمع ده ومش مرتبط به بتديه حس ان المجتمع اللي حواليه ده بيفرض عليه حاجات هو مش فاهمة بيمشيه في سكة كهوه مش عاوزها النهاردة يودوه مين يجيبوش مال قوانين جديدة قواعد جديدة اتفعوا على حاجة بيعملوها وانا حاسس ان انا ابتدي بقى كفرد حسس ان انا بكرههم حسس ان انا بتدايق منهم حسس ان انا خايف منهم لشان مش فاهمهم عشان ما فيش اي علاقة ما بين حياتي وحياة المجموعة اللي انا فيها كلام الفلسفي الجميل ده بقى لو طبقناها على الموظف اللي بيشتغل في شركة وهو زي ايه فرد في مجتمع او فرد في مجموعة وما فيش اي علاقة ما بين اغراضه واهدافه واحلامه وما بين اللي بيحصل في الشركة بتدي يحس ان الشركة وقدرت الشركة دي والناس اللي حواليه دول ناس اعداء عايزين يضروني هما اللي بيغيروا في القوانين هما اللي غيروا في النظام هما عايزين يستغلوني عايزين يستنزفوني العالم دي مش فاهم حاجة العالم دي مش عارفة هي رايحة فين ان ممكن في اي وقت يتغيروا ممكن في اي وقت يمشوني ممكن في اي وقت يرفدوني الناس دي الناس دي بتحكمها في اكل عيشي وانا في شمالهم هما بيعملوا ايه قلت لقي فيه صراع كبير داخلي بممكن يقدي في الاخر ان الشخص دي مديره في الاخر يقول ايه اصلا هو مش ما كانش مش مرتبط معانا مش شغال معانا هو اللي يمشي عشان حاسس ان الدنيا دي وحشة هفكركم ان الموضوع ده هنعمل عليه فيديو منفصل فكرة الموضوع بتاع اغير الكرير بتاعي او اسيب الشركة بتاعتي الموضوع ده سألت في كتير وعايز اتكلم فيه ودي لقطة صغيرة منه انه انت بتمشي وحاسس ان الشركة دي كانت شركة وحشة وشركة جهنمية والناس دي وحشة وكذا وتمشي ويكون المشكلة مش في الشركة المشكلة ببساطة في الديس انجيجمنت انت ما كنتش حاسس ان انت جزء من المجموع وبدأت حياتك تتحول لجحيم او حياتك تتحول لجحيم لحد ما قررت تمشي لو العب ده كان عليهم هم وهما اللي مقاموش معك بالدور ده او معك بالدور ده وده احيانا كتير بتحصل يبقى خليك عارف انك بتدور على مكان تاني ما يعملوش معك نفس الغلطة او العكس لو المشكلة كانت عندك انت والناس كانت واضحة معك في الكلام بس انت اللي ما نجحتش انك من طرفك بقى تعمل الكوننكشن ده مع الجروب والسوسايتي اللي انت فيه يبقى هتروح الشركة التانية انت اللي هتقع في نفس الغلطة او انت اللي هتقع في نفس الغلطة تاني يبقى دي نقطة مهمة تبقى واضحة المنظومة عاملة زي اي مجتمع لازم الفرد يبقى فاهم وحاسس ووعي لدوره كشخص ودوره في وسط المجموعة من غير الربطة دي الموضوع هينهار ساعات المديرين والشركة من فوق اللي لازم بتقوم بالدور ده وبتقوم بيه والفرد هو اللي بيسقط وساعات العكس بس اي واحد فينا بيشتغل في اي حتة عايز يحس وعايز ما يقضيش وقته اللي هو قعده في الشركة بتاعته بشكل جحيم ويحيز انه هو منبود وانه دوزن بلونج مع الناس دي دور على انك تلاقي الكوننكشن ده حتى لو هم الشركة من فوق ولا مديرك مساعدكش فيه اعملوا لنفسك اعملوا لنفسك خليك عارف ان جزء من نجاحك في الكرير بتاعك ورحتك النفسية في الشغل بتاعك انك تلاقي الربطة دي انك تبقى جزء من جزء من المجتمع بتاع المنظومة اللي انت فيها ده كان الموضوع بتاعنا النهاردة شكرا على متابعتكو واشوفكو بكرا ان شاء الله في فيديو جديد وما تنسوش للعايز عشان خلاص الفاضل يا دوب يومين تلاتة بنكتلم عن عشر عادات بيزودوا الانفلونس بتاعنا يخلونا لنا تأثير ايجابي في حياة معظم الناس اللي حوالينا وبالتالي الليدرشيب والقيادة بتاعتنا بتزيد بغض النظر عن مستوانة مدير مع موظفينه موظف مع الناس اللي فوقه عايز يحرك الكرير بتاعه ويأثر في الناس ده يخلوهم يرقوه ويشوفوا امكانياته احسن اباء وامهات مع اولادهم التأثير والصفات بتاعت القيادة ممكن تنفع في اي سيناريو هنتكلم عن عشر حاجات تزود الانفلونس بتاعنا يوم السابت تمانية ديسمبر هنبدأ نتقابل مع بعض الساعة تسعة ان شاء الله في اللينك في اول كومنت هحط لكم لينك للإيفنت اللي عاوز يسجل بسرعة وفي الكومنت التاني هحط لكم لينك لفيديو كنا عملناه من اسبوعين كده دقتين بيشرح شوية اكتر عن الوركشوب لللي حابب يعرف عنه شوية التفاصيل ان شاء الله هتشرفوني وتنوروني واشوفكم بكرة في فيديو جديد وصباحكم جميل مع السلام